لقد اخترعوا في الغرب كرسياً كهربائياً لإعدام المجرمين كبديل عن المشنقة والمقصلة وزعموا أن هذه الطريقة أكثر إنسانية ورحمة من الطرق الوحشية الأخرى المليئة بالدماء والأشلاء وعندما تبين لهم أن هذه الطريقة أخطر من باقي أدوات الموت الأخرى أضاف اختياراً آخر وهو الحقنة وهذه الحقنة في المرحلة الأولى تشل جسد الجاني وتمنعه الكلام والتعبير عن ألمه وتجعل المشاهد الذي لا يؤمن بسكرات الموت يصدق أن العملية مرت بسلام واطمئنان أما المرحلة الثانية فتتسبب في ثكتة قلبية يتألم فيها الجاني كما لو أنك صببت النار في عروقه فالقتل بالسيف أو المقصلة يسقط صمعة الغرب رغم أن الكثير من الخبراء أكدوا أن هذه الطريقة أكثر رحمة من الحقنة أو الكرسي الكهربائي ولكن المهم عند هذا العالم المتحدر هو أن يمثل علينا دور الأم الحنون التي لا تحب الدماء مع أن ألم المخاض في الولادة أفضل من أن يولد الأطفال في أنابيب وحتى الحيوانات عندهم تسعق بالكهرباء أو تضرب بالمطرقة زعما أنها لن تحس بحرارة الموت لكن العكس هو الحاصل ودراسات الغرب هي التي تؤكد ذلك ولكن مع كل هذا فالمسلمون هم المتهمون بأنهم الناس الأكثر وحشية أما باقي الملل فهم الذين يعتنون بحيواناتهم كما هو حال هذا الخروف فعوضا أن يوضع في مشوات ويفرق لحمه على فقرائهم أو يشتروا كراسي متحرك للمعاقين فقد صرفوا عليه 1700 دولار فقط ليعلمونا معنى الإنسانية فلا تستغرب إذا رأيت فريقا ألمانيا تحرك لأجل إنقاذ فأر من بلاعة فمثل هذه الصور المتداولة إذا ترسخت في عقول الشباب المسلم فستصيبه بالإنهزامية وفقدان الثقة مكتب الدعاية في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية كان يقوم بأخذ صور الجنود وهم يطعمون الحيوانات في جبهات الحرب في نفس الوقت الذي كانوا يقتلون فيه الأبرياء بلا رحمة ولا شفقة فكانت مهمة المكتب الدعائي هي نشر تلك الصور في الجرائد والمجلات والهدف من هذا كله هو تحسين صورة الجيش الأمريكي رومبو المخلص الذي يقود العالم نحو مرافع السلم والاستقرار ونحن لم نأتي للدفاع عن شعيرة الأضحى المبارك بالعكس فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم لأننا نحن ولله الحمد لا نخجل من ديننا أو من أي أمر أتى به الشرع الحنيف فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتل بعض الحيوانات فلأن الكثير منهم مذر بالإنسان أو ينقل الأمراض والفيروسات صدر مؤخرا في جامعة سيدني بحث يتحدث عن أن طائر الحدأة تسبب في انتشار الحرائق بشكل كبير والطريقة التي يعمل بها هي أنه ينقل بعض الأعواد المشتعل قليلا ويضعها في مكان بعيد وذلك لأجل أن تحرق الحيوانات ويستفيد من أكل جثتها ويقول البحث أن الحرائق تسببت في موت أزيد من خمسمائة مليون حيوان وألف وخمسمائة منزل وستين ألف كيلومتر مربع من الغابات مما دفع بالسلطات إلى أن تدرس طرق مكافحة هذا الطائر الذي أخبرنا به نبينا قبل ألف وأربعمائة سنة نحن لا ننتظر الدراسات أو البيانات حتى نصدق ما جاء في الوحي فأي حديث لم يقبله عقلك فحاول أن تتهم عقلك أولا لأن القاعدة الفقهية عندنا تقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع والأفهام والعقول تتفاوت من شخص لشخص ومن زمان لزمان ما يهمنا اليوم في هذا الفيديو هو فضح التناقض وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المسلمين فرنسا تمنع الذبح الحلال على الطريقة الإسلامية بحجة أنها تساهم في تعذيب الحيوانات وفي نفس الوقت تسمح بالذبح على الطريقة اليهودية الكوتشير ومن هنا ستعلم أن شعار العلمانية تقف على مسافة واحدة بين جميع الأديان أكبر كذبة صدقها العلمانيون العرب ألم يرى العالم المتحضر باقي الملل كيف تتعامل مع بهائمها عيد الكيبور أو الغفران يمارس فيه تقص عند اليهود الشرقيين ويقام مرة واحدة في السنة حيث يقوم اليهودي بقراءة تعاويد بتمرير الدجاجة ثلاث مرات فوق رأسه زعما بأنها ستلتقط ذنوبه لعام كامل ثم يقوم بضرب الدجاجة بالحائط ومن تم ذبحها وأكلها ألم يرى العالم المتحضر المهرجانات التي تعدم فيها التيران في إسبانيا؟ ألم يرى العالم المتحضر مهرجان كاديماي في النيبال والذي يذبح فيه كقربان لإله الهندوس أكثر من خمسمائة ألف حيوان في يومين فقط وأمام بعضها البعض أما ديننا الذي نعتز به فيأمر بالرحمة بالحيوان الرحمة التي لا تتواجد عند أي قوم من الأقوام في عام 1970 قامت إحدى شركات التبغ بوضع حيوانات لتجربة درجة سم السجائر وجعلوهم يستنشقون الدخان طيلة اليوم حتى مات منهم الآلاف وتقول إحصائية أخرى أن أكثر من مائة ألف حيوان يموت بسبب أعقاب السجائر التي تعتبر أكبر مضر لهذا الكوكب ولكن لأجل المال فالغاية عندهم تبررها الوسيلة إذا كانوا سيستفيدون من عاجي وجلود الحيوانات وغيرها فلصنع وسادة واحدة من الريش الفاخر في كندا أو بريطانيا يتطلب نتف ثلاثة وعشرين إوزة حية ولا يتركونها حية إلا لكي يكبر ريش آخر ويستفاد منها مرة أخرى أما إسلامنا فيمنع مثل هذه التصرفات الهمجية هؤلاء عذبوا وقتلوا الحيوانات لغرض جمع الأموال أما النوع الآخر فيقتل الحيوانات لغرض واحد وهو التسلية ولتفجير تلك العقد والأمراض النفسية الصياد البريطاني رون تومسون قتل لوحده خمسة آلاف واثنان وثلاثين فيلا وأربعمائة جاموس والمئات من الحيوانات الأخرى وقام بتوثيق هذه الأعمال في كتابه الذي تفاخر به اشتركوا في القناة